طبعاً أسماء كويسة زماننا وكفاءات وكده طبعاً بس يعني هو القرار الصحي طبعاً أنك الراجل لازم يمشي عشان يهدي الناس ومحدش يعني إيه كان مستحمل أن يسمع الاسم ده تاني أو التوجه التاني يبقى موضوع حقيقي الأهم من كده أن أنت لما تعين مدير فني زي كابتن محمد يوسف أو كابتن عنابيل مدير فني للتحد درق عام يعني أهم حاجة برضو لازم تطلع وتقول اخصاصاته إيه المطلوب من الاتنين دول في المرحلة اللي جاية بالتحديد طبعاً محمد يوسف في المرحلة اللي جاية لغاية ما المدير الفني يجي إيه المطلوب منه بالزبط في الفترة اللي جاية وهي المدير الفني يا جنبي إحنا سمعنا أن هم هيدوروا وعندهم طبعاً من خلال تصريحات بعض أضاء مجلس الإدارة هل هاجة كمان جنب المدير الفني إنهم متابعين كمان الأسماء المدربين اللي هم أو مدير الفنيين اللي هم في البطولة الأمم الإفريقية وكده أخيراً يعني تنبهنا إن هو لازم حد يبقى برضو يعني عاش في إفريقيا وشاف إفريقيا وعارف إفريقيا وعارف طبعية إفريقيا ماشي الحال بس اللي هم ممكن كم تعالى نبيل إيه المطلوب منه كمدير فني للاتحاد أنا أعرف إن مدير فني للاتحاد هو من أهم الخصائص بتاعته أو الاختصاصاته أو لشغل بتاعه هو اختيار المدير الفني للمنتخب منتخبات كلها والمنتخبات كلها فديه هل هو هيبقى ملاف دراحة؟ مع المؤمن سعاد للقيع السؤال سبريم منيسي بيتكلم في هذا الاتجاه إن هو لسه حيقعد بكرة مع الاتحاد المصري لكرة القدم علشان يشو قال لي والله قال لهم يعني كده على الهوى أنا معرفش خالص أي حاجة تخص المدير الفني الأول الفني الأول ولكن طب هل سيكون فيه تغييرات قال أنا حدرس واشوف وقعد مع المديرين الفنيين للمنتخبات علشان أشوف مين اللي ممكن يكمل لو أنا وحنا عايزين نعرف برضو إسلام إيه هل الملف كله بقى هيروح لعلاء عشان علاء يبتدي يتصرف آه مفروض ده هو على كلامهم كده النهار الفترة اللي جاي للمديربين مديربين المنتخبات هو اللي هيتعاقد اللي هم فين اللي هم فين اللي هم لسه بيتفكروا فيهم اللي جايين هل هو هيمشي الناس اللي موجودة ولا لا ما حدش عارب بقى هل هو كبتا عايز يقول حيشوف لسه حيدرس يعني هشوف لسه كل المديربين اللي موجودين أو لا الحقيقة هو لازم يجابها على المحارة آه وبعدين نتفاهل آه آه وبالنسبة للقطاعات أنا سمعت وصل في مكلمة دلوقتي آه وطول النهار النهاردة الحقيقة كان بيقول لتوصيحات مبارك آه فهو بيتكلم في هذا الإطار ان هو عايز يغير في شكل مسابقات الناشئين وعايز يعمل مثلا مسابقة للناس اللي هم الالفين وتلاتة بعد المباريات الرديف دي في حد ذاتها إسلام دي شغلان دي بس يعني لو قدر يعمل حتة دي تبقى حاجة كويسة أول طبعا أنا قلت لإيه أفلحة إيه بالزبط ده شغل جامد جدا بتاعتك 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 مسابقات الناشئين اللي في كلل في المسابقات وفي موضوع البرائم وفي حاجات كمان فنية وإدارية صحيح وتنظيمية فهو دي بالنسبة له دي مهمة جدا جدا وده اللي المفروض احنا عايزينا في المرحلة اللي جاي على طول يعني هو جاي دلوقتي خلاص تقريبا في المسلم قرب يعني على الانتهاء فلازم يشتغل من دلوقتي عشان تبتدي من المسلم جاد عشان يبن أثارها الموضوع الثاني بتاعتك التعاقدات بقى هل هو المنطبي التعاقد مع المدير الفن الجديد ولا هيبقى من ضمن اختيار بس بس ايه ما هو أنا لو عنده ثلاثة سي فيه فهو بختر واحد أنا بقول لي كده لأن التعاقد مش اختيار بس التعاقد ده قصة كبيرة العقد والحاجات دي لها مش رأيت لجان قانونية وكذا برورا بطاولة يعني هو اللي فات كان شؤون قانونية وكلام من ده ولا كان شؤون قانونية هو ما بعد الضهر مش طول النهار يعني نص يوم لأنه اللي حصل طبعا يعني نوصل بس ماشي أساس خالد أسمع رأيك برضو